محمد سالم بقى مهاجم زي ما انت قلت كده من اول 2015 اسم بينور جدا في الكرة المصرية اسم الكل بيتوقع له اداء كبير جدا حتى في ستايلك في اللعب هو ستايلك الحديث جدا يعني اللي هو المهاجم اللي بيعرف يجي من تحت اللي بيعرف يشتغل سريع اللي بيسجل بريلو بيسجل براسو بيعمل كل حاجة الفترة بتاعتك من 2015 لحد دلوقتي فترة فيها سعود وهبوط كتير جدا ليه ما مشيتش من نصك واحد بص انا بدأت الاول بلعب في الفريء الاول في المقاولين دور المجمواتين كان 2013-2014 دي كانت بدايتي وكنت بدأت كويس لعبت الموسم ده والموسم اللي بعده اعتقد الموسم الاول سجلت سبع هداف والموسم التاني سجلت عشر هداف وكنت ماشيك بشكل كويس وبنانا عليه ان الفترة دي كنت في المنتخب الاولمبي مع الكابتن حسان البادري وروحت المنتخب الاول مع الكابتن شاوء غريب كابتن حسان كان مسكني السنة التانية في المقاولين ورحت برضو المنتخب مع كوبر كان لسه مسك المنتخب هيدو لعبتي مع ماتشات كمان فالبداية كانت كويسة بالنسبة لي الدروب حصل من بداية أنا لما بدأت رحت الزمالك فأنا رايح المفروض أن أنا كنت لعيب دولي بروح منتخب فروحت الزمالك كان فترة دي تخبط كتير جدا المشاكل كتير أجزبني كتير جدا يعني أنا عايز أقول لك يمكن في السنة اللي أنا تبرنت فيها في نادي الزمالك أو لعبتي في نادي الزمالك أنا أتغير علي سبع أجهزة فنية في سنة واحدة سبع أجهزة فنية؟ والله سبع يعني لو قلت لك مثلا بعيد عن هذا السنة الزمالك ممكن أن أتغيرش سبع مدرين فنين لحد دوقت نهاية بس في سنة واحدة سبع أجهزة فنية في نادي الزمالك فكان الموضوع صعب ما كنتش بشارك بشكل أساسي فبالتالي ما راحش متأخب بمصر الموضوع كان بالنسبة لي صعب جدا من بداية من شهر واحد من أول ستة شهر طلبت من الإطارة وقالت لهم أننا محتاجة لأننا أطلع حتى أعراء أنا أريد أن ألعب بعد شارك والموضوع اطرفت في النادي وجدت آخر الموسم والناس كانوا متمسكين بيها أنا كان دائما بقولوا أنت مستقبل النادي فقلت لهم معلش يعني عشان مستقبل النادي أنا محبش ألعب ما بحبش أعيش دور موظف طلبت من أن أطلع أعراء طلعت أعراء للأتحاد بعد الأعراء تحد طلبوا يرجعوني تاني بعد أن أطلعت أعراء تاني بتجد فالأعراء مع قلة المشاركة في البداية آه الاستخرار كان موضوع صعب بالنسبة لي فبعد كل ده قررت أرجع بيتي الماولين من 2019 رجعت النادي الماولين وبدأت تستخر خلاص أنا حاست أن أنا دائما بيتي بالضبط قديت وفي السنة دي 2019 كان مع الكابتن عماد موسيم رائع طبعا دخلنا مربع الزهبي ولعبنا أفريقيا والحمد لله الواحد بدأ يرجع اسمه وموسيم في الثلاثة والثالث والحمد لله يعني أنا استخرار فطول ما الواحد في نادي مستخر ما بتنقلش كتير زي ما بقول يعني فبعرف قدي كويس عندك رضا يعني بالضبط لا لا